يطل الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأمريكيين لمواساتهم في مأساتهم الجديدة التي أوقعت 21 قتيلا بينهم 19 طفلا في إحدى المدارس الابتدائية في ولاية تكسس لماذا نستمر بالسماح لمثل هذه الأمور بالحدوث؟ بحق أين جرأتنا وشجاعتنا في مواجهة جماعات ضغط الأسلحة؟ حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل من أجل كل أم وأب وكل مواطن في هذا البلد يجب أن نوضح تماما لكل مسؤول منتخب أن وقت العمل قد حان الغضب وصل كثالك إلى الكونغرس الأمريكي المنقسم على نفسه حيال قوانين الحد من السلاح أنا هنا أمامكم لأتوسل إليكم أنا مستعد أن أركع أمامكم وأتوسل إليكم يا زملائي لكي نجد طريقا للمضي قدما اعملوا معنا لإيجار طريق ووضع تشريع يجعل احتمال حصول مثل هذه الحوادث أقل لأن قيامنا بعمل ما يعني التوقف عن إرسال رسالة صامتة بتأييد أولئك القتلة الذين يرون أعلى مستويات الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء وفيما تم تنكيس الأعلام وأعلان الحداد العام تلتفت الأنظار إلى تصعود الهجمات المسلحة العشوائية في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة التي شهدت عام 2021 ارتفاعا في هذه الهجمات بنسبة 35% مقارنة بالعام الذي يسبقه كما تسعى الجهات الأمنية للكشف عند وافع منفذ الهجوم سيلفتور راموس البالغ من العمر 18 عاما والذي كان قد نشر صورا لأسلحة قبل تنفيذه الاعتداء على المدرسة المرجح أن هذا الشخص أصبح مهووسا بحدث ما له علاقة بالمدرسة أو أحد من الموجودين فيها التقارير تشير إلى أنه قتل جدته أولا قبل توجهه للمدرسة وإطلاق النار هناك وفي علم الجريمة ندرس عمق الجرائم وقتل أطفال في المرحلة الابتدائية هو أعمق وأكثر أنواع الجرائم شرا وفيما تستمر تحقيقات الشرطة وجدال السياسيين تستمر دموع أهل الضحايا وكذلك مخاوف الآباء والأمهات من أن تكون مدرس أبنائهم هي الموقع التالي لهجوم مماثل والآن تلتفت أنظار الأمريكيين إلى هذا المبنى وهم يأملون أن يتخذ ممثليهم بداخله إجراءات بخصوص الحصول على السلاح تجعلهم يشعرون بأنهم أكثر أمنا واطبئنانا ولكن وحتى هذه اللحظة فإن الانقسام بينهم حيال هذه القضية يبقى سيد الموقف سهيري الشاعر قناة الغد واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر